موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم و اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بالعراقي والتي نناقش فيها ترشح عدد من الفنانين والأدباء في التنافس الانتخابي للدورة البرلمانية المقبلة ولا سيما ان نسبة المرشحين من الفنانين والأدباء تفوق بكثير نظيرتها في الانتخابات السابقة فما اسباب هذا الترشح وما المرتجى منه اسئلة كثيرة ومحاور عدة نناقشها مع ضيوفنا الكرام الفنان الدكتور مناضل داود المخرج والممثل والفنان باسم قهار المخرج والممثل ايضا والسيد كفاح الامين باحث فوتوغرافي اهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام وخلوا ابدوا ياك دكتور مناضل الحقيقة يمكن هو المشاركة اعلامين فنانين صارت في بعض الدول السؤال المطروح الان في ظل معادلة سياسية تحكمها احزاب متنفذة واحزاب دينية اش راح يغير دخول رقم مثل الفنانين على هذه المعادلة الجامدة خصوصا حتى قانون الانتخابات هو فصل على مقاسات هذه الاحزاب المتنفذة البعض ينظر لنا على انه لا هذا جانب ايجابي ايضا وليس سلبي كون انه دخول طبقة شريحة يعني متنورة مثقفة عندها حس نقدي ممكن انت مارسة ازال عملية سياسية قد يكون جانب ايجابي انت كيف تنظر له هذا السؤال طبعا لكل الاخوة الموجودة وضيوف والله في الحقيقة انا انظر له بشكل ايجابي خاصية ما ونحن في وزارة الثقافة وفي دائرة المسرح نعاني منذ سنوات لإهمال راح اسميه المتعمد والمتقصد من قبل الحكومات المتتالية التي تترأست للحكومة نعم وممكن هو عدد الموثلين اكثر من عدد الاودباء وبوقية الفنانين على موثيقة واحد اعتقد ايه محمد عزة المايسترو نعم بس العام الاغلب هو موثلين من ثلاث اعتقد كلامك صحيح نعم يعني الموثلين اكثر اعتقد يعني هذا الشعور بي اعتقد هم مصوقرين الناس تحبهم تعرف الناس تحب الفنان وخلن نحسيها برحرحة يعني محبوب الفنان الى جمهورة وين ما يمشي الناس الطقوية صور يمكن اعتمد على هذا الارث والرئيس مال الرمز اللي عند الناس يعني محبتهم اليه بس اعتقد راح يفوز قبل ما نسأل هي ايجابي اللي وصل بي تعتقد يعني والله هي هو راح يفوز انا ما اقدر الان احزر الناخب العراقي حقيقة بانه خاصة هسه هاي الدورة الانتخابية بيها انقلابات هائلة وبيها تغيرات وكلهم قاموا يحشون باسم المدنية وهذا السؤال هل تشجحهم هل تشجحهم هذا الميل والنزوع نحو المدنية واني خلقوا الفاتشي مهم وجوهري والله استاذ احمد الشيء المهم وجوهري يعني مثلا انا عرف اثنين من المرشحين على الاقل قريبين من عندهم احمد حسن موسى ومازم محمد مصطفى واحد مخرج واحد ممثل في دائرة السينة والمسرع التي تعاني من الاهمال كما اسلفت من قبل الحكومات يعني وزارة الثقافة حتى الموازنة هاي الاخيرة الموازنة صفر بالنسبة لوزارة الثقافة الفنانين عادة ان ما يسرعتهم مشكلة ان ما يريد سرعتهم تساؤلات احتياجات للنهوض بالمسرع العراقي يحاولون ان يوصلون للبرلمان ووصلون صوتهم للبرلمان فبالنسبة لي اعتقد ان هما احمد او مازي ومازين ان هما يريدون يوصلون للبرلمان يكونون صوت للمسرعين العراقين وهذا اعتقد هذا ما بيشيء يعني سلبي اما بالنسبة للناخب الناخب ربما هو يحبك كفنان ويحبك كسياسي بس اذا طورت وجهة نظر الناخب وباوع على هذا الفنان اللي يحبه اللي هو يعتبر ضميره اللي يمثله اللي يقدم له اعمال تحاكي همومه وتحاكي مشاكله فهذا ايضا اعتقد جانب مهم اخر يضاف الى انه الفنانين يتشعونه اتمنى ان يتشعونه ما تعتقد انه هو واعتقده قالها الفنان باسم قهار قبل ما نعدي الحلقة انه الفنان هو اصلا ما قاعد يشتغل خطير بالتالي خلي روح وشوف لها شغلة ثانية يمكن السياسي شيء مهنة سهلة يعني انتخبوا بمدة تربعة سنوات يجد حتى ما يداوم اصلا يقبض لخوش يفلوس وهذا على شنو يخطيه هنادي يد باقت يد طوق مع ثلاثمين خمسين نايلة ما ديشقات شيء سوضي هذا يروح يفتغل سياسي احسن هو يفتغل فن وراح يلجئ للسياسة وين هالمأفلام وين هالمتسلات وين هالمسرحيات اللي فنان المصري تعرف كم اجورة يا ساد باسم ممكنها يكون هذا احد الاسباب لا انا لا اقبل السخرية من الفنانين بهذه الطريقة على الله من عندك لا يا مو السخرية انا اقول هو لانه لا يعمل لا 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 اولا نحن نعمل اولا نحن نعمل اذا تتجي على المسرح نحن في كل سنة نقدم اه عروضنا واحنا معروفين نشتغل ونشتغل من ندفع من جوبنا وهي هاي المشكلة وهالقصد ان هو ما انت اعرف واقرب الى الفنانين نشتغل وحتى من نشتغل ما مستفيد من عمله نشتغل نشتغل والفنانين اغلب الفنانين يعني اه ناس اه مخلصين وعيدهم نكران ذات وده نشتغل هاي سنوات ندفع من جبنة ولكن الان احنا نريد يعني او الناس اللي اللي يرشحوا حسب ما حد شيء يهم اكو طموح ان يوصلوا للبرلمان ويكون للمثقف صوت لانه انت دستورك هسا من تجي تقرأ الدستور ما كوناك فقرة عن الثقافة وهذه مشكلة يعني انا اتمنى ان يدخل البرلمان عدد كبير من الادباء والفنانين على الاقل حتى يصير حتى يصير صوت للثقافة ممتاز ان تنظرها بناحية ايجابية اسهل استاذ باسم قهار يمكن بالبداية خلص سئلك تعدك تجارب في بلدان كثيرة في سوريا في لبنان في استراليا والان في مصر وشاركت في العديد من المسلسلات المهمة في الجمهورية العربية المصرية السؤال قصير هل ترشح عدد من الفنانين بالانتخابات النيابية المصرية؟ اخيرا اخر واحد المخرج السينمائي خالد يوسف اللي فاز بعد الثورة باصوات كبيرة جدا لانه وقف مع الثورة وكان واحد من قادة الشباب وهو مخرج متنور كبير وعمل افلام كبيرة نعم فدخل البرلمان وهو مسلح باصوات كبيرة جدا او يسعف تاريخ ولو يعني ليس عميقا ولكن تاريخ من وجود فنانين في مجلس الشورى او مجلس البرلمان في مصر مثل الحمدي احمد اللي قبله ايضا حاصل اصوات كبيرة وهو ولكن ليس بهذا العدد الموجود عندنا الان في هذه الانتخابات لا غالبا لا يترشح الكثيرين يترشح من يعتقد على الاطلاق انه عند رغبة حقيقية بدخول البرلمان او عند هاجس سياسي يعني مثلا محمود المليجي كان عنده هاجس سياسي حقيقي فاختار عنوار سادات ان يكون لانه رئيس الجمهورية المصرية الى حق في تعيين بعض اعضاء ممكنهم بالانتخاب في الشورى فخلا محمود المليجي وبعدين ايجا محمد عبدالوهاب وبعدين ايجت مديح يسري اي واخر واحدة قبل مديح يسري الفنان الكبيرة امين الرزق يعني اعتقد المنظومة القيمية المصرية اكثر انفتاح من المنظومة القيمية السياسية والاجتماعية في مصر تتقبل هذا هذا يخليني اثير السؤال انه يعني ملاحظة مهمة انه ليش ما يجري تعيين مثل ما موجود في مصر ناس في مجلس الشورى او مجلس النواب يعني بحيث يختار مثلا احنا محتاجين الى علماء اقتصاد حتى ينهضون بهذا البلد يعني ما محتاجان واحد سياسي حاليا ليش لماذا لا يصار الى تعيين مثلا رجال قانون تشريعات عندنا حتى فيها اغلاط لغوية واغلاط بالصياغة ضبابية والى اخره يمكن هذا الناقف مع السياسيين بس هي ملاحظة جديرة بانه النواع عليها ياريت الوصول هذا التعيين بالخضية بالنسبة لهذا الانتخابات وعيد السؤال عليه هل هي تنظر الى بالنظرة ايجابية ترشح فنانين ودبال وسلبية والله بالحجم الذي يسمح به البرلمان كمكان لانتاج التشريع ونقض ودحض او دفع قوانين تفيد يعني الى علاقة بالمجتمع وبالسياسة وبكل الاشكال اذا كان البرلمان حقيقة حاضنة كبيرة للفكر الانساني من الاقتصاديين او طباء او سياسيين حقيقين او فنانين هذا ما علي بس انت قلت كلمة انا اتوقف عندها شبه العطل الحاصل في العملية الفنية العراقية اللي هي السينما والتلفزيون هي تشبه لحد بقيت شبه العطل في البرلمان نفسه كعملية سياسية داخل البرلمان الهاجس لدى بعض الفنانين يعني انا قدرة جدا ولكن العملية السياسية لم تنضج بما يكفي بالنسبة لي ان تستوعب فنانين بهذا العدد للدخول الى البرلمان لتحريك العملية السياسية انا مع هذه التعددية لكن ما تزال هي العملية السياسية نفسها داخل البرلمان قلقة لا تعرف بالضبط الدفة كيف تقاد وكيف تذهب اعتقد ما سيحققه الفنانين هي خطوة جيدة بارسال رسالة للجمهور وعيا باننا موجودين واحنا نقدر نحاول ندخل البرلمان ونترشح بس ما اعتقد ان الفوز رح يكون سهل بسبب الهيمنة الحقيقية للسياسين العراقين والاحزاب السياسية ورؤساء القوائم اللي هم يحددون شكل من اشكال يعني نسبة كبيرة من يدخل البرلمان ومن قادر فعلا على ان ينجح في هذا المساعة نعم اسأل ساد كفاح حضرتك من القومية الكردية فهذه فرصة ننسيلك هل ترشح عدد من الفنانين والادباء في اقليم كردستان الانتخابات النيابية في هذه الدورة اسوأ يعني عدد قليل تماما يعني بضعة اشخاص ترشحوا يعني حقيقة اذا كانوا فنانين او كتاب او رسامين لانه هذا التوصيف الاجتماعي ايضا في اشكالية كبيرة في كردستان يعني في كردستان التوصيف الاجتماعي مرتبط بالطبقة السياسية الحاكمة لا تزال الفنانين ما يعني او الطبقة المثقفة ذاته ما عدا هذا الطبقة المثقفة لاقا بالانتاج وبالابداع وليس اللي هي تحمل الالقاف فقط اكاديمية مثل ما موجود في بغداد وما شابه ذلك يعني عددهم تماما قليل يعني بضعة اشخاص لحد اللحظة الحالية اللي كانوا هم برشحين وهذا يعتمد على انه طبيعة المجتمع الكردي الكتل السياسية والتفرعات المرتبطة بها يبدو انه ما يسمح بشكل واسع الى الى صعود فنانين وايضا لربما شيء اخر هنا طبيعة الفنانين في كردستان ايضا يعتمد على المزاج الشعبي يعني بمعنى انه ربما المغني هو اقرب للجمهور من الفنان المسرحي ولذلك هناك ايضا توصيفات مرتبطة بطبيعة المزاج الاجتماعي المزاج الاجتماعي في كردستان ليس مع صعود فنانين وما شابه ذلك يعني من هاي التوصيفات لذلك في الدورات السابقة ترشح عدد منهم الفنان ودبا؟ كان افضل عدد كان افضل حصلوا على مقعد لو فقط شاركوا شخصين وثلاثة حصلوا نعم وهي ايضا يعني بشارة خير لانه يعني ربما في الحصة العربي قد لا ينالون هذا المقعدين لهم حصلوا ايضا لكونها ايضا ما هي مرتبطة ليس في مرة ثانية مو بالتوصيف الاجتماعي هما كتل سياسية وبالتالي هو من ينزل يعني ياخذ العنوانيا باعتباره فنان وباعتباره مغني وباعتباره مثلا استاذ سالار يعني احمد سالار يعني احمد سالار هو رجل يعني مسرحي لكنه ايضا هو في كتلة سياسية يعني هناك اسماء صعدت مع كتلها سياسية ولربما من تدخل صعدت بأصوات الزعيم لو بأصوات اللي نالتها هي لا 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 الأصوات نالتها يعني هي عمليا طبعا مع بعض الأصوات اللي تدخل عليها يعني ضمت نعم من القائل عمليا الأوحى الثقافية في كردوسان باتجاه الانتخابات أقل فعالية وأقل بريقا يعني ماكو هالتسابق اللي اذا شوفه في بغداد هالعشرات العناوين والدكاتر وبروفيسورية وما جابت كردوسان هو يأخف هذا البريق بهذا الاتجاه لذلك طبيعة المجتمع طبيعة كتلة الاجتماعية وطبيعة طبقة أيضا طبقة السياسية الحاكمة في كردوسان إلها تصوراتها وضمن هذه التصورات لاتزال المجتمع الكردوساني يتحرك يعني هذا القضية معناته إلا يكون هو فنان وفي الآن نفسه منتمي إلى حزب يعني منظم حزبيا ومو مستقل إلى حد ما احنا بالمناسبة بكردوسان ما عدنا يعني الآن أقرأ في بغداد ستين بالمئة كأنما أفترض من للصور مستقلون يكتبون يعني بكردوسان نادر ما هذا واحد ما كاتب مستقلي يعني ما عدنا التوصيفات بها الوسع يعني ما عدنا غالبيتنا منتمية إلى كتل وأحزاب معروفة ونادر ما تلقي مجموعة مسمية نفسها هناك مسميات جديدة للكتل لكن ما حد يقول أني مستقل بالمعنى هذا اللي يكتب أنه وإحنا مستقل ما عدنا هذه الغارة فنان فوتغرام معروف وباحث في الصورة أنا ما شاهدت بالدعايات صور لفنانين ما أعرف شاركني هذا الرأي أم لا فناني قصدك على المشاركين المرشحين بالانتخابات هذه يعني الشوارع ما شبت بوسترات أو دعايات واضحة هذا السؤال قد يرتبط بفوضى الصور بالارتباك أيضا بحجم الإعلاقة ما بين المجتمع أو بين العملية الديمقراطية السياسية اللي مفرداتها هي واحدة منها هي الصور والإعلانات في كردستان تختلف تماما بالمناسبة طيب عند فاصل أول حقيقة قاطعك ساد كفاح وقف أولى مشاهدينا ونعود أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من البرنامج وحديثنا متواصل مع ضيوفنا الكرام بصدد ترشح عدد من الفنانين والأدباء للانتخابات أعيد السؤال على يمكن اللي طرحته على أستاذ كفاح على الدكتور مناظل أنا ما شاهدت الحقيقة دعايات صور تخص الفنانين المرشحين قياسا بهذا العدد الهائل من الصور للحزبيين والمرشحين عبر الأحزاء وهذا ذكاء أنا أعتقد من الفنانين حتى هذه اللحظة وحقيقة حتى أنا أثارني هذا الشيء وسئلت زملائي هم يفهمون الفضاء يفهمون معنى الفضاء كيف يضعون أنفسهم في الفضاء المناسب يعني منهم المخرج أو الممثل كيف يدخل المشهد بأريحية وبسهولة ويوسر تامين لذلك الصور هم يمأجليها للمشهد الأخير ولذلك يعني أنت حضرتك أو الناس نزعجوا من هذا الكم الهائل من الصور وتشوهت عيوننا بالساحات والتجاوزات اللي تمت من خلال وضع صورهم والحديد هذا الهائل في مناطق لا يسمح بها وبعض البلديات رفعت هاي الصور وجدت العاصفة ذاك اليوم وقعت بعض الصور أنا أعتقد هذا ذكاء من الفنانين مأجلين وضع صورهم في الأسبوع الأخير لأن هم الآن في تنافس شديد مع السياسي خلين ستراتيجية بالهم بمجاعتوا بطن بتأكيد هم أثكى من بعض السياسيين أو الأغلبية لأن هم الآن الفنانين عندهم مشكلة أنه أنت شغلتك تطلع بالتلفزيون تمثل بالتلفزيون أو تخرج صار سنوات الآن الشارع العراقي أنا كممثل الآن من أمشي بالشارع دائماً استاد وينك استاد شو ما شفناك أو يقولوا لي هر رمضان هم ماكو هذا ماكو هذا رمضان بسبب السياسيين السياسيين اللي يتكرسوا هاي الأربع سنوات خلي نقول اللي يتكرسوا وكرستهم الفضائيات 24 ساعة صار ويطلعون بالتلفزيون أكثر من الفنانين صاروا يحشون بالتلفزيون أكثر من الفنانين ينظرون أكثر من الفنانين ها قلنا هذا ذكرنا كلمة الفنان كمالي الشناوي بالإرهاب والكباب الوزراء الآخرين دوله بيطلعوا أكثر من المطربين صار بيطلعوا أكثر من المطربين هيفة الفنانين أيضا هما شوفوا هذا أكو مشكل حدث بالدراما المصرية قبل سنوات وانتعشت الدراما السورية سووا المصريين أذكياء جدا استقطبوا بعض النجوم السوريين وحتى جابوا مخرجين أيضا رجعت الدراما المصرية انتعشت مرة أخرى لأنه الدراما والسينما في مصر هي تسهم في إنعاش استاذ أحمد تسهم في إنعاش الدخل القومي للبلد نحن نتحدث أنه كل شيء استيراد بالعراق ما عندك الآن أي مادة صنع عراقي باستثناء يمكن بعض مجموعة هاي الألبان كل شيء مستورت بما في الدراما يعني الآن رح يشترون دراما وما خلونا نصنع دراما بحجة أنه تخصيصات ماكو بحجة المفلوس وها لساس 4 مليارات دينار لإنعاش الدراما هاي وراحة مليار وثمانمية موجودات الآن بالبنك ما أطلق صراحة حتى هذه اللحظة وراح يشترون دراما وراح يسوون دراما رديئة هما يسموها كوميديا يضحكون الناس يعني على أساس هما يعتقدون القائمين على على هذا الصرح العظيم الفضائي العراقي يعتقدون أنه هي الجمهور العراقي يحب الدراما العراقي ويحب الفنان العراقي ويقدر الفنان العراقي وينتظر أن تقدم حتى بالمسرح دكتور أنا شفت عروضكم يعني الجمهور حقيقة كبير جدا يعني آخر عرض أقول لكم الناس حتى بقت خارج القاعة لأنه ما كان لكم مكان وصعدوا على المسرح صح لو لا بالجهتين اليسار واليمين صعدوا على المسرح هذا العرض قبل عشر تأيام الناس تحب وعطشة وطبعا هذا أيضا يعني تعرف به هذا التمرين اليومي والساعات الطويلة والعديدة وإيضا مجانا نحن اشتغلنا همينا مجانا فالفنان العراقي حقيقة أنا أنظر له نظرة احترام وأنظر له نظرة أعتز بكوني فنان وعندي زملاء طبعا أكيد مو الكل أكون أخبا معينة واضحة تعمل في المسرح العراقي وجاد من أجل تقديم مسرح عراقي يعني أنا تجبت حقيقة بالتجارب مو بس ما راح أقول لك أمريكا ولا أوروبا ولا واقعة البلدان ولكن في تركيا مثلا الفنان ياخد قرض من البنك وإذا فاز الفيلم مالتا في جائزة عالمية حتى ما يسدد التكاليف القرض اللي أخذ من البنك وإذا ما فاز هو راح يطلع من الواردات مالتا عزيزي أستاذ أحمد في إيران أيضا هناك مستشار للسينما المستشار للرئيس يعني وأيضا شفنا ما حققتها السينما الإيرانية ونالت جوائز أوسكار والجماعة كلهم شانوا بإيران يعني ما أخذوا من تجارب إيران هذه التجربة؟ أخذوا أسوأ ما بالتجربة الإيرانية ما أخذوا الأشياء المهمة والإيجابية للنهوض بالبلد للأسف الشديد ولا راح يقدرون يسوون الأحزاب الإسلامية أنا يأس من عندها يأس تام في مجالات التربية والتعليم نحن الآن أسوأ الجامعات في العالم نصنف فكيف تتروح للثقافة؟ الثقافة تخسر في كل العالم الثقافة مدعومة من الدولة يعني أنت حتى إحنا المشكلة حتى البرجوازين ما لاتنا محدثين أعمل يعني ما عندنا برجوازين ما عندنا بالتعبير العراق زناقيل أهل خير كل الزناقين يعني الريتشمان يسموهم هم يدعمون المسرح ويدعمون الموسيقى ويدعمون الرسم ويدعمون الأنشطة الثقافية والفنية في كل العالم طيب خلينا أخذ من عندك هذه الملاحظة حقيقة وأسأل الفنان في ظل أحزاب متنفذة وهي ذات طابع ديني وهذا ليس انتقاصا منها ولكن هذه هي أيدولوجيتها بالتالي هل يمكن أن يغير شيء وهو يعني شخصية متنورة يمكن علاقته بالدين ليست بتلك العلاقة القوية يعني هو إنساني بالنهاية ولكن مشرط أن يكون متدين وهو ضمير شعبه بس مشرط أن يكون يعني متدين بهذا الصدر وهل راح يبقى فنان لو راح تنظر للناس على أنه سياسي أنا أشوف مجرد ترشح هذا العدد من الفنانين هو سابق يعني التجربة العراقية لا تسعف بأي فنانين ترشحوا للبرلمان في غرف من الظروف يعني قبل قبل الثمانية وخمسين أو بالتجربة الدكتاتورية بعد الثمانية وخمسين أو بالتجربة الحالية لهذا الانتخابات مجرد وجود اثنين أو ثلاثة بالبرلمان هو راح أعتقد يطفي لون جديد على البرلمان ويفتح مدايات أوسع لا أعتقد الفنان سيقع يعني إذا جلس تعبير ضحية للسياسي الإسلامي أعتقد هو أذكى من هذا إلا إذا دخل في منظومة حزبية تحتم عليه أن يكون جزء من هذا الخطاب الديني أو الخطاب الحزبي أو الأيدلوجي أعتقد الفنان كل ما بقى حرا تأثيره سيكون أعمق وأكبر وأوسع ما خلاهم أستاذ باسو استوقفوا كنا أنه طلعنا على البرامج الانتخابية للكتل والقوائم أنا مشاهدت يعني ما لاحظت تركيز على قضية دعم الفن والثقافة يمكن هذا اللي يدفع الفنانين يا جماعة نوين هذا جانب مهم في أي بلد بالعالم يبحثون عن مكان لهم في هذا الفضاء الواسع هم أيضا موضوعين في زوايا تكاد تكون الآن شبه معدومة مثل ما هي تحدثنا أنه شبه عاطلة عن العمل يعني شنو فنان قاعد طول السنة وما يدخل مسلسل يمثل بي ولا يدخل فيلم يدخل بي فبالتالي هو يبحث عن أكسيجين جديد عن فضاء جديد لقول كلمته إذا قدر أن يغير شيء يقدر شيء فأنا ما أسميه تبديل مهنة أنا أسميه محاولة للدفع باتجاه أن نجد لنا حيزا نستطيع أن نقول كلامنا ونقول أفكارنا ونقول محاولاتنا في التغيير بصراحة العملية السياسية العراقية أنا أتحدث عن البرلمان جمود هائل غير قادر على هذا المكان المربع اللي بي 350 أو 391 ما دفع باتجاه عراق أكثر نمو أكثر تطور أكثر انفتاح أكثر ثقافة أكثر للأسف أنا مع الفنان أن يخوض بهذه وما ينظر أستاذ باس ما ينظر حتى أنا في حلقة سابقة حاولنا أن نتفسر لماذا الإعلاميين مثلا زملاء أنا ترشحوا يمكن أنه في جزء من هذا مدعاة هذه القضية أنه لما تلتقي بالسياسية الكثير منهم ليسوا على هذا القدر الكبير من الوعي والإطلاع وقد يجد في بعضهم يمكن ضحالة في الرؤية السياسية بساطة حتى في التفكير يقول لك أنا رجل مثقف ومطلع وليش يعني ليش يحكر على هؤلاء الناس على العمل السياسي فبالتالي يعني شنو فرق عن واحد يعني إجاب حكم الزعين حصل أصوات لكن بنفس الوقت تجدها ليس بذاك الإطلاع ولا هذا الإلمام الأخر حزبي بس الأخر حزبي يعني هو متسلح بمنصة حزبية وناصية حزبية لها علاقة مباشرة بالسياسة وبخلق السياسة وبالحركة السياسية الفنان لا أقول أميا في السياسة ولكن هو كائن ليس بسياسي هو لا يمارس السياسة على الإطلاق وحتى الإعلامي هو ناقل أو متحدث في السياسة ولكن لا يصنع السياسة أنت وياي بهذا الموضوع أو لا صح؟ بالتأكيد يعني ولكن ملحز بي بالنهاية أي ولكن ما أسميه نقصا في البرلمان من قدرة على الحركة والإنجاز وجد ثغرة الفنان أن يدخل منها محاولة ولو كانت مقصورة على تحقيق ما ينقصه من قدرة على العمل والإنجاز في المجال الفني والثقافي طيب أستاذ كفاح أنتم برامج الأحزاب والقوائم الانتخابية الآن والتحالفات هل فيها إشارة إلى دعم الفن دعم الثقافة دعم الأدب هذا السؤال حقيقة نجرني المصطلح نحن لازم نداولة عموما السيادة الثقافية مفهوم السيادة الثقافية المصطلحات المهمة في بناء مجتمع المدني لا يمكن لبناء مجتمع مدني لدولة بمعنى الدولة وليس فقط مجتمع مدني إلا أن نكون سيادة ثقافية سيادة ثقافية مرتبطة بآليتين الآلية طبيعة الدستور وكيف يحكم هذه السيادة الثقافية وطبيعة الديمقراطية السياسية الأدوات ستنفذ هذا لاحظ الاثنان لا يطيق الفرصة لممارسة هذه السيادة الثقافية أحزاب الكردية في العادة ليست الدينية يمكن لديكم حزبين دينيين ولكن الأحزاب الكبيرة هي ليست دات طابع ديني بالتالي يمكن هي تكون أقرب يعني الأحزاب الليبرالية قومية إلى آخره يمكن هي الأقرب للفن والثقافة ولكن هل هناك يعني برامج تدعم هذا الفن والثقافة بالشكل العام طبيعة الصراع في كردستان على المستوى المجتمعي والديني يختلف عن العراق العربي مرتبط أنه المجتمع الكردي بشكل عام هناك خلن نقول أن هناك طبيعة العناصر المدنية الموجودة بالمجتمع الكردستاني وكونها تمثل يعني تقارب مجتمع وبيناتها هناك نوع من الانفتاح على هذا العالم يعني بمعنى أنه رغم أنه هذا الانفتاح موجود لكن أساسا قواعد قواعد الأساسية لبنية ثقافية في كردستان ضعيفة هي بالأساس ضعيفة يعني أنا كيف راح أنظر على أنه هذا الفنان راح يكون والثقاف والفن هي عايزنا نسيطر عليها حزبيا لا شك فيها هذا هذا متواجد لكن مع ذلك يبقى الصوت المعارض لهذه السياسات لا تنسى أنه كردستاني من 1991 إلى 2014 كانت اشحالها من الرخاء بمعنى أنها التقاطعات المجتمعية على المستوى الشعبي وعلى المستوى الطبقي أيضا ما كانت وصل إلى بعد 2014 بعد ما صارت الأزمة بين بغداد وبين الإقليم وانقطعت الرواتب وما جرم بعد الاستفتاء هناك نوع من الحراك ما قبل أنا أعتقد هذا الحراك في 3-4 سنوات ما راح ينضلش لذلك ما أعتقد أنه الفنانين في كردستان راح يلعبون دور لحد اللحظة الحالية نعتقد أنه الفنانين في كردستان هم رقم بسيط قياسا إلى طبيعة وحجم الأزمة في كردستان وتقوقعها أيضا الآن الفنان الكردستاني قلت لك البنية التحتية هسا أقول لك نعم نجسد الأمور ليست التجريد وليست التجريد إذا كان العراق العربي يعني يروح يستورد مسلسلات مصرية لبنانية إلى سورية أنتم منين تستوردون المسلسلات لماذا لا تستوركم مسلسلات قابلك كردستان ثانية تنتيج لا لا هو مو صحيح تذكر رغم أنه محدودية البنية الثقافية موجودة به بس عدد إنتاج الأفلام قياسا إلى حجم السكان وطبيعة الفنانين يتجاوز العراق العربي أربعة خمسة أضعافه أنا وياك بس أنا قد جاوبنا على تلفزيون لأنه عند فاصل عند وقفة إخبارية حقيقة وارجع لك نكمل هذا المحور وقفة مشاهدين وانا وقفة أهلا بكم مشاهدينا مجددا وحديثنا متواصل بصدد ترشح عدد من الفنانين والأدباء الانتخابات النيابية وأوقع أكسات كفاح وسألتك بالفاصل بالجزء الثاني السابق أنه هل هناك برامج يعني في الدعائية وبالبرامج الانتخابي ما يشير إلى دعم الفن والثقافة وقلت لك أنه إذا كان العربي قد بالعراق تحديدا استورد أفلام مسلسلات من مصرية سورية لبنانية إلى آخره أنتم كيف تشغلون التلفزيون بالسينما قلت أنه محققة وإنجاز ولكن التلفزيون بث 24 ساعة يوميا نعم ما عدتكم مسلسلات لهم الدبلجون مسلسلات تركية مرازلية هي طبعا غالبيتها مسلسلات مدبلجة يعني كانت تركية أو غير تركية وسبب مرة ثانية يعني الفنان صار وجه إذاعي إذا صح القول بس يطلع صورته بس يطلع صورته إلى حد ما خلينا نكون واقعين التقاليد المسرحية في كردستان والتقاليد التلفزيوني في كردستان ضعيفة يعني مو بهذا العمق المتواجد في الشارع العربي العراقي هناك فرق شاسع بين طبيعات التقاليد الثقافية مرتبطة بالمسرح والتلفزيون لكن الغريب أن ما بعد 1991 صعدت السينما يعني الآن عدنا مخرجين ممتازين على مستوى العراق على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم يخرجون من الإقليم ويقدمون نشاطات ممتازة هذا حقيقة مرة ثانية طبيعة البنية الثقافية مرتبطة بالمسرح مرتبطة بالتلفزيون في كردستان ضعيفة خلي أسأل عن قضية مو فقط دخول الفنانين في السياسة خلي أتسأل كيف تعاطى الفن مع السياسة وأخذ مثل منع تكون من الأفلام الكردية في فيلم الفنان هونر سليم الكيلو صفر الكردية يريد أن ينقل زميلة في الحرب العراقية ليلانية جثته إلى منطقة كردستان وإذا بالسائق الذي هو من نهل البصرة يقول لا أنا ما أقدر أكمل لك الطريق وراح أتركك بنصة الطريق لأنت كردي هل يعقل هذا الكلام الخطاب الذي كان موجود في الفيلم خطاب شوفيني خطاب عنصري ما معقول أنه العراقيين يمكن السلطة تحارب شعب معين ولكن مش شعبي حارب شعب آخر المسألة الأخرى أنه فيلم آخر هو عكسه تماما فيلم عمر سهيم عن ميسي بغداد تحدث عن طفل معاق أبو يموت من فجار وضرحوا ودربوا مجموعة من الأطفال على اللهجة العراقية رغم هم كردي يعني ما كانوا يعرفون اللغة العربية هذا الموقف هذا التناقض بالموقف يعني شاب وهنا رسلين فيلمون وفوتكا فيلم المشهور عن أرمينيا كان في منتهى الإنسانية ليش لما أجد طرق إلى جانب في خص العراق تناوية طريقة عنصرية هذا اتهام أنا مو على لساني أنا قرأته وطلعت عليه وشفت الفيلم أيضا لاحظت بها القضية لربما هنا رسلين يمثل في لحظة معينة وجهة نظرة يعني السينما الكردستانية بشكل عام لحد اللحظة الحانية حقيقة ما دخلت في صراع مع الأقوام والشعوب المتواجدة في منطقة هي لحد اللحظة تتعالج مشاكلها الشخصية ورؤيتها إلى ما تراها في الداخل لربما هذا المثال دعني أزعم أنه شاذي لحد ما يعني ما رح نجد هذا تفضلت بي بالأفلام الباقية لحد اللحظة الحالية مجموعة الشباب اللي دخلوا إلى السينما في السينما الكردستانية حاولوا أن يبحثون عن امتداد أوسع ما كان هذا نتاج لخطاب حزبي ترسخ حتى في التعليم حتى في الإعلام أنه إحنا نظلمنا على يد العرب وحتى لا يفرق بين ابن المحافظة ومحافظة عربية يعني يعني ممكن عبالة صدام حسين من البصرة يجوز ما نرى يعني سورة نظروا له دعني أكون واقعي يعني الكردستانيين لحد هذه اللحظة ما واصل الخطاب إلى ممكن يسميه عنصري وطائفي هناك بوعي سياسي حاولت تستغل الأحزاب على مستوى المجتمعي لا يوجد هذا توجد حالات فردية هنا وهناك لكن إحنا عندما نتكلم حركة ملايين الناس من بغداد من الجنوب من الوسط باتجاه كردستان وعودتهم نلاحظ أن اللوحة العام مجتمعيا لا يوجد هذا الشرخ طيب خلينا أجعل على المقارنة مع الانتاج في بلدان عربية ما رح نتحدث عن بلدان حتى مجاورة لماذا قدرة على التسويق العمل الفني خصوصا بالتلفزيون حضرتك شاركة بمسلسلات في مصر وفي سوريا والانتاج العراق غير قابل للتسويق انتاج محلي جدا هل لأنه مشكلاتنا إحنا ما جاعدنا نترحب شكل قابل للتسويق وهي عدة أسباب السبب الرئيسي أنه مثلا احنا كنا وإحنا صغار وكل الشعب العراقي من ابتكار السينما من حد الآن وجود السينما في مصر أنه أمة موهبة بالتعبير عن نفسها من خلال السينما اسمها مصر كما هو الحال عند الإيرانيين يعني الإيراني عبر الروح الأمة تعبر عن نفسها عن الشخصية الإيرانية تاريخة احنا بالشعر أكثر احنا موهبتنا في الشعر وبالمسرح مثلا والمصرين عبروا عن نفسهم بالفيلم وبالرواية بقوة بقوة السوريين أيضا أدهم مجموعة أفلام وليس صناعة سينمائية ولكن وجدوا بالعشرين سنة الأخيرة بالدرامة التلفزيونية بالدرامة التلفزيونية نحن نعاني من مشكلة كبيرة وهي أنه نبدو متشبثين تماما ومنفتسقين بمحليتنا لهجتنا ثقيلة لن يسمحها الآخر للتعامل معها وليفك رموزها وكوداتها حتى يتعامل معها بشكل يوم إيقاعاتها ومعانيها تبقى ربما ما نشبه اللبنانيين في فترة معينة أنه في الغناء مقبولة الأغنية العراقية نوعا ما أي بس ما انتشار الغناء العراقي غير مثلا نظم الغزالي ما شعب يحد يارف سليمة مراد أو وحيدة خليل هذا قصر مؤخرا يعني صار كاظم الساهر هذا بانتشار وشاء الاتصال الاجتماعي وبالقنوات التلفزيونية بس لحد الثمانينات ما كان غير كاظم الساهر بدأ منتصف الثمانينات أو بعدها ينتشر المشكلة الرئيسية يبدو دائما نقولها بمجالسنا الخاصة أو أحيانا من يكتب عنها لم نستطع أن نعبر عن نفسنا ونعرض نفسنا للآخر ويقيم معنا علاقة بحيث يروح للوقرة الراديو ويدور على الإذاعة عراقية حتى يسمعها أغنية عراقية ولا يدور الآن حتى يشوف مسلسل عراقية يعني لحد الآن يمكن مسلسل عراقية أن عرضت عربيا بس وهذا ما أسمي فشل ولا تواطئ مع شيء وإنما عدم القدرة على الوصول للآخر إذن يكون مشكلة يجب أن تدرس بتمعهم وبجدية حقيقية يعني في ظلم حقيقي للمنجز الفن العراقي ليس فقط في التلفزيون في كل أشكال لإبداع الإنسان الأخر طيب هذا هذا اللي صار هل كان هناك حتى مختلحات بينه يشارك فنانين عرب في الأعمال الدرامية العراقية نعم هل حقق هذا الشيء؟ لا يوجد جرأة يعني أنا مثلا كلفت من قناتا أن أدخل مع المصريين لإقامة أو لإنتاج مشترك دراما عراقية ومصرية وبحثت بهذا المجال ولقيت مخرج ولقيت شركة تدفع النص وتخلت الشركة خوفا لأن الموضوع رئيس المال لما تدخل به ويراد لجرأة نعم نحن ليسنا جريئين بما يكفي خصوصا أنه الإنتاجات تكاد تكون مو إنتاجات الدولة إنتاجات خاصة لقنوات خاصة ذاتي أفطات وتحتها يعني أفطات ومؤسسات فما حصل هذا الشيء بسوريا حصل جزء مننا يعني أنا اشتركت بمسلسلات سورية أحيانا أمثل عراقي وأحيانا أمثل عربي وأحيانا أمثل واللي أقدم الآن بمصر يمكن هذا حسد أصور المسلسل له داعش يعني غالبا ما تكون شخصيتي عربية يعني أو عراقية أكثر مرة واحدة مثلت دور مصري وهذا المشكل أنه أنت يعني مثلا قناة كبيرة مثل العراقية للماذا لا تبحث في هذا الموضوع هو أن تتصل بمخرج لا بأس أن يكون مصري مع موثلين ونص عراقي وجزء من المصريين ما أعرف صراحي عدنا تجربة سابقة مع أبراهيم عبدالجليل هو كان فنان مصر أي براهيم جليل بس دخل بعين المدينة نعم حتى جرفوا الملح اللي بس جاز يعني كان باللهجة الريفية حتى مع جزء راح يدركها كان يعني كان جزء من منظومة الانتاج العراقي لأنه زوجته كان يشتغلون بالعراق وهو جزء من هذه الحالة المؤسساتية العراقية اللي هو التفزيون العراقي أنتج مسلسلين أو ثلاثة هما بقت في الذاكرة أكثر من مسلسلات عراقية كثيرة لأنه محترف وكبير كمخرج وأتيح إلى أنتاج جيد وحقق شيء طيبان أسهل بالجانب آخر تعاطي الفنان مع الشأن السياسي هو ليس بغريب حضرتك كانت لك مسرحية أثارت جدل هي روميا وجوليت أنا أقول ليس بجديد حتى عندما ترضى على جورج مور وعندما نفذ فيلم هداعش فيهرنهايت تذكره جورج دبارديو الفنان الفرنسي المعروف قال ومن الذي كان يفعله شيكسبير في ماكبث وفي أوليوس قيصر وفي سياسة بالنهاية هذه القضية ليس مفتشة وإذا كان دخول السياسة عندنا مالرول الكاتب الكبير وكان وزير الثقافة في فرنسا في تعاطيك مع هذا الجانب البعض قال بأنه مسرحية روميا وجوليت هي حاولت أن نتعالج مشكلة الطائفية وبالتالي لا ضير ولا ضرار في أنه نتناول مشكلة الطائفية في العراق البعض الآخر قال أو التهم المسرحية بأنها تحمل خطابا طائفيا وهذا من خلال هذا البرنامج أنا ذكر ضيفين كانوا انتقدوا المسرحية من زملائك الفنانين وقالوا أنها كانت تحمل بوع طائفي أنت الآن موجود وإلك حق الرد على هذا الموضوع يعني هو بالحقيقة روميا وجوليت وبشكل مباشر وتأليفك أي متأليف إدادة دابتيشن نسمي عن روميا وجوليت ولكن هو النص عراقي كله أنا كتبته وباللهجة العراقية وباللهجة العراقية وبشكل صريح وواضح وشوهدت ما عرضناها احنا في غرف مظلمة ودام مثلا عرضت تحت الضوء وعرضت للجمهور على حد تعبير الراحل أحمد المهن يقول يبدو أنه مناظل داود أول واحد حتش عن الصراع بين السنة والشيعة فالآخرين خافوا أنه صراع موجود وحتى هذه اللحظة وخاصة عندما تجي الانتخابات يتحدثون الطرفين أنه هذا يتحدث عن طائفته وهذا يكون المدافع عن طائفته فأنا تحدثت عن أمراء الطوائف وأهنتهم بالحقيقة ولا يوجد حرف واحد في المسرحية يميل إلى كفة ضد الكفة الأخرى وبالنهاية رومي وجودية وأصلا أكثر من شيكسبير أنا أضفت إضافة أخرى أنه سويتهم لدعم يعني سويت الآباء أخوة هم مو أخوة يعني أنا حتشيت عن الصراع الطائفي وعن الصراع الطبقي وعن الصراع العرقي وعن اللون وعن كلهن حتشيت عنهن وبالنهاية هم يتصالحون فهمت علي المأخذ الوحيد اللي تسمى أنه أكو ناس يعني أميين في المسرح طيب أكمل وياك أنا عند فاصل أخير وأكمل هذا المحور مع حضرتك وقفة أخيرة مشاهدينا ونأعود أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الأخير من البرنامج وفيه نتناول المحور ليس فقط دخول الفنانين والأدباء في عالم السياسة ولكن كيف تعاطى الفن مع القضايا السياسية أيضا وأثرنا مسرحيتك أثرنا الجدل بصد المسرحيتك روميا وجوليت اللي عرضت فيه بغداد وعرضت فيه بريطانيا أيضا أصلا وقال بعضها أنه ممكن أنه هي تحمل خطاب طائفي أين الفاصل بين أن أعالج أتناول مشكلة مثل طائفية وبين أن أكون طائفي لا هو شوف أستاذ أحمد أولا هذا العارف كتب عنه ما يقرب على الخمسة وسبعين مقال أثنين من أدهم حتشوا بأنه هذا الخطاب طائفي ولا يعني أنا ناقشت الصراع بين السنة والشيعة أقصد زعماء الطواف افتهمت علي لم يشر أحد من اتهمني أنه أنا المن انحازيت هاي وحدة بعدين هذه قضية يعني خمسة وسبعين مقال ما يقرب على ثلاثة وسبعين مقال هما مع العرض نا واثنيا أثاروا قدموا لي دعاية لم أكن أحلم بها على الأطلاق وانا حتى من رحة لستراتفورد أوبين آيفن إلى مدينة شكسبير أجوا من مدن أخرى بسبب هاي الدعاية للي هما كلفوا واحد هي هاي المخلوقة كلفت واحد في لندن كتب عن عرض بغداد وهو قاعد بلندن لما قلنا ليش كتبت قال أنا رح أعتذر وداز واحد اجي شاف المسرحية وكتب عن المسرحية ضد هو وانشرت هاي القضية هما يعني أكو غيرة وحسد انتاج ضخوم وفرقة شكسبير تنتج الفرقة الملكية هي انتجة العرض خطيئة يعني أنا قهرت ما كان تمولكم عراقي يعني ما خلت شي منه ما يطلع هيش عمل ما يطلع ضخم بأربعة عشر ممثل وثلاثة عازفين محترفين من الفرقة السنفونية وفسونغراف ومخرج ومساعد مخرج ومدير مسرح وماكير عمل ضخم انتاج ديكورة وأزياء وما يقدر المسرح العراقي أن يطلع مثل هكذا عرض يعني قهروا وانه ليش مهم موجودين وقسم من اللي اتهمني كانوا يعني يتوسلون أن يكونون بهذا العمل فما اشتغلوا بالعمل فحشوا عليه فأنا يعني خطية افتهمت عليه يعني طهروا الفرق بين التلقي العراقي والتلقي الانجليزي البريطاني تقدمت العرض في بريطانيا في لندن لأين كان تقدمت في مهرجان شيكسبير في مهرجان شيكسبير في ستراتفورد في مدينة شيكسبير في المسرح الملكي وبعد فترة قدم ايضا دزونا دعوة الليفت هم اللندن ثياتر انترناشنال فستفال مهرجان المسرح العالمي في لندن قدمنا وقدمنا في كتارا كيف تلقوا الجمهور البريطاني حقيقة في دعش عرض الاولى اللي هي اغلب الجمهور وهو جمهور مسرحي انجليزي كان يسجلون الفرقان ما كنت عارف هذا الشي كان يسجلون مهرجان كان يسجلون عدد الجمهور اللي يخرج من العرف فهم لم يسجلوا اي حالة خروج من هذا العرف كان ايضا عندهم حسابات من هذا كان يبكون كان يتعاطفون كانوا كيفين للعرف انه يجي العراق ان يقدم شكسبير برؤيا جديدة بكتابة جديدة بايقاع جديد لابسين عقل ويشامي وعبي وجوليات العراقية والرقص العراقي والموسيقى العراقية وكل شي يتحول شكسبير عراقي هذا يعتبر انتصار لهم فكانوا فرحين جدا لانه باليوم الاول المهرجان لما اجينا للشارع قالوا توقفون هناك وتروح بعدين الفرقة الملكية وكل الفرق الجاي تروح الى الكنيسة وتوضع الزهور على قبر وليم شكسبير فلما رهنا لالشارع لقينا العلم العراقي مرفوع هذا كان فتشعور جميل جدا طيب خلت سأل السيد باسم الحقيقة لماذا المسرح تتحدثت عن اللهجة ولكن عروض العراقية قدمت باللهجة العراقية ونالت استحسان في العالم العربي لماذا في الدراما التلفزيوني على أقل لا نتحدث عن السينما لأن السينما عندنا منسية تقريبا غير غير مستساغة مثل ما حضرتك تحدثت وليش المسرح العراقي لا زال إلى حضوره في حين الدراما التلفزيوني لأن هناك أمم ومجموعات بشرية موهوبة في التعبير عن نفسها وعن شخصيتها وعن تاريخها حالة مسخل حتى لا أنسى الملاحظة وكأننا بارعين بالفنون الفردية نوعا ما لا يعني مون الفنون الجماعية قضية الرسام النحات الرسم العراقي رسم المسرح المسرح الجماعي يعني هناك عروض مسرح العراقية استقبلت باللغة الفصحة وباللهجة المحكية العراقية بشكل عالي لأن العراقي كما قلت موهوب بالتعبير عن قضايا عن هموم وعن اشكالاته عن أحلامه عن مآسي عن تاريخه من خلال مسرح لدينا تاريخ مسرحي كبير هائل بينما عندك أربع خمس أفلان يمكن تذكرها بس لكل فنان من فنانين الكبار عند مسرحيات هائلة عرضت في بلدان عربية وعالمية كثيرة قدرة المسرح على الوصول هو في إقامة علاقة جدلية حاضرة باللحظة لكن التلفزيون هو عملية تاجية معقدة احنا ما موهوبين باللأسف لحد الآن حتى معاهدنا تدرسك انت تتخيل في سوريا اللي تعبر عن نفسها بهذه الطريقة بالدراما وانتشرت الدراما مالتها بهذه القوة حتى الدوبلاج الآن أصبح غير مستساغ مصريا مستساغ سوريا يعني انت تعرف ما يدرسون ما عندهم محد لا تدريس السينما ولا التلفزيون أنا درس بالمحد العالي في دمشق ماكو غير تدريس المسرح والرقص والموسيقى ماكو 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 احنا ندرس من وقت مبكر جدا بالمحد انجازاتنا فيها ضعيفة يتيمة غير قادرة على الانتشار والوصول للآخر إذن نحن صحيح منين يعني مخرجين هم منين تعلموا من أين تعلموا أولا أكو منهم درسوا السينما خصوصا في أوروبا الشرقية تبنوا موضوع الدراما ثم هناك أنا أسميهم مخرجين فاتحين مثل هيتم حقي أو المخرج نصف السوري اللي هو محمد عزيزية وضعوا لبنات حقيقية وخرجوا ومن سجن الستوديو في سوريا من سجن الستوديو إلى فضاءات مفتوحة ونقلوا لدراما ونضخموا كان النجم يروح للخليج يجيب مليون دولار مثل سلوم حداد أو أي منزيدان يجيب مليون دولار أو باس الخطيب كمخرج أو حاتم علي متأخر ويعرف دكتور مناظر يجيب مليون دولار يسو مسلسل عن هطيل سوري عن المتنبي المتنبي أو هولاكو أو كذا فبالتالي يدخل رئيس مال يدور تتوسع البنية التحتية يسوق ويربح وهكذا تدعش إحنا لأنه الآن التلفزيونات مثلا الشرقية والبغدادية والعراقية كل واحدة تنتج النفسة حتى لا يبيعون ويتبادلون مع بعض على الأقل يعني يعني الشرقية مثلا ما تطل البغدادية تقول طينا مسلسل كم واخذوا مسلسل قطيعة فبالتالي ما يشبه أنه كل واحد يعني مثل ثلاثة من الزوجات ببيت يكون واحدة تطبخ وتوكل زوجها ما تطيب ما يتبادل ما يتبادل أنا بس أريد أقول جملة صغيرة من اللي قال وهو مدفاع عن نفسه هناك فرق بين أنك تعبر عن الطائفية وأن تحرر عن الطائفية أنت عندك تجربة معي لما قدمت عمل اسمي إيرابيا أنا كنت أعبر عن فكرة الإرهاب وفكرة الاحتلال وفكرة المقاومة والصدامات ولكن لا أحرف في فرق أنت تعرفه فلم يحرف أنا شفت العرض لم يكن محرفا كان جدلا لأنه إحنا كافي بعد نخاف نخاف من كثير أشياء وأفكار ونضع الإزبالة تحت السنجادة حين إلى سؤال يمكن حدثنا عن جانب التنوع المذهبي في العراق ولكن التنوع القومي أيضا وحتى التنوع الجغرافي أنا أحد الفنانين مرسوا أني قال إحنا ليش ما حافظين كل أحياء القاهرة يمكن وحتى نعرف الصعيد المصري ونعرف أنه فيش منطقة اسمها سزينب ومنطقة اسمها الزمالك لأنه من يسعد بالسيارة وبالتاكسي الزمالك بينما المصر العراقي حتى إذا بالمتسلات يفتح السيارة وما ندروا أين يروح لأن الخاف يقول والله هاي المنطقة بيها جرائم مثلا حتى الأسماء يخشى منها وهذا أيضا موجود في بلدان أخرى متعددة مذهبيا مثلنا يعني بلد سألت عننا قال إذا يقول الاسم عمر ويطلع شخصية شرير هاش معنى تستهدف السن أنت وإذا سمى عليهم مشكلة هاي القضية لذلك هاي المشكلة أيضا بالهند ولا هذا السيناريو من أنتم دائما أخوان ماديش يصير بناتهم واخذ فيه طلع عيده يتشير أخوت ماوصون تنتهي شعب اللي لا يقدر يقول هذا هندوسي يطلع شرير مصيبة يطلع مسلم مصيبة يطلع سيخي مصيبة المهم إحنا قدرنا نعكس التنوع القومي يعني شفت بمسلسل بعمل واحد يسمى آزاد وابنين يسمى شيرين كذا هاي شي لو كانت تخوف من عكس التنوع أو يعني تصدير هذا التنوع فنيا في عمالنا الدرامية خلينا نكون واقعين جوهر العمل الدرامي بالعراق يعني زملائي أشاره هو المسرح والمسرح العراقي بطبعة منذ نشوئة اليوم هو مجتمعي يعني كان قريب إلى إرهاصات المجتمع والتحولات مالتها ولذلك ببعد إنساني عالي المسرح العراقي احترم نفسه داخل العراق وخارج العراق لأنه كان دوما ذو بعد مجتمعي معرف ولذلك كان يقال أنه أنت أرض مسرحية مصرية في أي بلد كان شرطي واحد ممكن يعني يقعد بالصالة ويتنتهي لكن أرض مسرحية عراقية يحتاج إلى ألف شرطي لأنهم فيها بعد مجتمعي الصراعات تعبير عن الصراعات لذلك أولا أفتخر أنه هذا العمل يعرض في لندن وفي مع هذا الفخامة الملكية يعني بالنسبة أنه اختراق حقيقة لازم نقرأ وندرسها كيف هذا جرى فيما يخص سؤالك أنه أنا باعتقادي أنه الدراما العراقية أساسا مشلولة المرتبطة لأنه ما يسمى خبين قوسين صناعة الدراما بالعراق مفرداتها مفقودة يعني على الأقل صناعة الدراما تحتاج شيئين والثالث معهما المال والتقنية وثم الأشخاص نحن الأشخاص متوفرين عندنا بس الآن زميلي وناظر يقول مليار واربعمية يعني حالما تقرأ بالدولار مليون دولار طيب إذا أنت عندك ثلاثين حلقة فرضا مسلسل ثلاثين حلقة يعني كل حلقة عشرين ألف ثلاثين مشكلة يصور مثلا شارع بالعهد الملكي ما تقول لأين يلقى بنصها الوايرات ونصها ومع عندك مدينة إعلامية حتى يصور فيها ناهيك ناهيك أنه طبيعة القوانين وطبيعة إشكاليات روح جيب موافقة الأمن شكرا جزيلا إليك حقيقة بلغنك تام الحلقة لأستاذ كفاح الأمين والفنان الدكتور منعضل داود شكرا إليك الفنان باسم قهار شكرا إليكم وشكرا لكم دائما المشاهدين على حسن المتابعة راسلونا على البريد الألكتروني الظهر أسفل الشاشة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر